حكما وقع في الديمقراطية يتوب إلى الله منها الديمقراطية ماذا تعني هذه الديمقراطية التي اسمها براق وباطنها من قبله العذاب الديمقراطية هذه تعني حكم الشعب للشعب الذي يرتضيه الشعب يحكم به الذي يرتضيه الشعب يحكم به فالشعب مثلا في أوروبا الكافرة الشعب ارتضى أن يتزوج الرجل بالرجل يمشى عندهم رضي أن تتزوج المرأة بالمرأة يمشى عندهم رضي الشعب في دولة أن ينحى الشرع ينحى الشرع فجعلوا الكلمة العليا للشعب وبهذا دندن الكفرة الذين يسنون على الشعب سناء عظيما وجعلوا كل الكلمة العليا للشعب ليس هناك قرآن ولا سنة ولا ارتباط بشيء إلا برأي الشعب والله يقول في كتابه الكريم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وينططأ أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول سبحانه واحذرهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لا فاسقون وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فكيف نجعل الكلمة العلية للشعب ويقول قائلهم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر يعني جعل القدر تابع للشعب يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد عندهم أن يستجيب القدر من الذي قدر المقدير إنه الله بل نقول إذا الله أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس الشعب وكذلك تدند عجوز هالك أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل يعني لا تظن أن الشعب هو الذي يغير الأمور الله هو الذي يغير الأمور الله هو الذي يغير الأمور فالديمقراطيون قالوا ما قالوه الحكم للشعب الحكم للشعب ونحن نقول كمسلمين الحكم لله الواحد القهار انتبهوا أهل الإسلام أما الليبراليون الفجر أيضا فيقول قيلهم أنت حر ما لم تضر يعني أنت شربت الخمر ما في مشكلة تصبح خمر كما تشاء ما لم تضر أحدا أردت أن تزني بامرأة وأنت وهي متوافقان لا دخل لأبيها ولا لأخيها أنت حر ما لم تضر لكن نحن نقول نحن عبيد كمسلمين عبيد لله لا نتحرك إلا وفق مرضات الله والشيء بالشيء يذكر العلمانيون أيضا العلمانيون ماذا يقول هؤلاء الفجر من العلمانيون أيضا يقولون يقولون ما حاصل الإسلام يتمثل في الصلاة والصيام لا دخل له بشؤون الحياة فترى الرجل منهم مثلا علماني ويتصدق هو يتصدق ويحنو على الفقراء ويحنو على المساكين ويحنو على الفقراء ويحنو على المساكين ويحج ويعتمر سنويا ويحنو على الفقراء ويحنو على المساكين لكن تقول لهم يا أخي الربا حرام يقول له لا لا اخرج الربا اخرج الدين عن كل هذا الصور تقول له في حد للسارق السارق إذا سرق في الشريعة تقطع تقول لا ما في دخل للدين بمثل هذه الأشياء أيضا تقول له يا أخي في حكم بما أنزله ويقول لك لا لا ما تدخل للدين في شؤون الحياة هكذا يقول والله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فصحقا للديمقراطية وصحقا للإبرالية وصحقا للعلمانية وصحقا أيضا لهذه الشراثم التي تشغذمت هذه الأيام وتريد أن تنشر في الناس زواج المثلية وتدندن بذلك أن الرجل يتزوج الرجل المرأة تتزوج المرأة صحقا وتبا لهؤلاء جميعهم